قلوهم الله يسباحكم الله لسه لسه و قلوهم الله يسباحكم كله كله ضرب ضرب مفيش ايتيمة كده لسه مخلصين موضوع الرسوم على اللي خارج من البلد طب والجوه البلد هو بخراكش اللي مش هيسافر تعرفين يقولك النكتة مالش خلاله يضحك النهاردة شوية النكتة بتاعت الزبط لما بيحقق مع الرجل يقوله بقى يا راجل يا راجل تدخل في بالعربية في الفرح واتموت خمسين واحد قال لي ايه طب ما يعملين انت مكاني انا داخل ماشي بالسرعة ولقيت الفرامل سايبة في اتنين قدامي وفي فرح ادخل في مين قال لي ادخل في الاتنين طبعا قال لي دخل ومشيت وراهم جلوا على الفرح داخل عليهم على طول اهيه القصة كده اللي هو طب بالنسبة اللي خرجوا دول نفدوا بجلدهم ودافعوا ميت جنيه طب اللي جوه اللي جوه ده هننفقوا على البارد اصبروا علي بص يا سيدي فرضوا كل حاجة سلسلة من الايه من الضرائب الجديدة من واحد ال 11% على اقصات التعميق تمام؟ 3% على مشتريات السوق الحرة 10% على السلع والاغذية المستوردة 5% على السينما والمسرح والسيركل ليه روح سينما ومصرح يستاهل بصراحه هتروح ترفع عن نفسك 10% على الحضائق ومدن الملاهي معنش يديني بس هنا ثانية واحدة يا أستاذ حسان الله يبارك لك هو احنا عندي حضائق يا جماعة في مصر انا سوالله يا السنة يعني يعني معرفت على قدي انا مش سألت قبل كده ما هي الحضائق التي تذهب اليها في مصر؟ هو طبعا هنا بيحط 10% على الحضائق مدن الملاهي ماشي فيه ديرنبارك ومدينة الانتاج الاعلامي كان فيه سندبات زمان بتاعت الجيل بتاعنا بس قفلوها انا بسأل على الحضائق والله عشان انا فعلا مش عارف في حضائق في مصر؟ في حضائق بتروحها؟ انت عارف انه هنا في تركيا لا يمكن مش مش حي يعني في هنا احياء زي مثلا حي مدينة نصر حي مصر الجديدة فمش الحي نفسه لازم بقى فيه جنينة ده مش عارف اعمل ايه؟ اللي هي يعني الحي المنطقة الصغيرة المنطقة الصغيرة لازم بقى فيه جنينة يعني الحي اللي ناسكن فيه على ما اعتقد فيه اربع خمس حضائق الحديقة لا تقل باي حال من الاحوال عن خمس ست مرات ما اعتقد مثلا حديقة دولة كل واحدة فيهم يعني في النص في كل حتة تجد مكان صغير كده موجود فيه خضرة وملاهي ملاهي اطفال مجانية اللي هي الزحليق والمراجح والحاجات اللي هي بتاعت الاطفال اللي من غير كهاروبة يعني اللي هي مجانية وجم حديد من غير اجهزة كهاروبة ايه؟ في كل شرعين ثلاثة تعليم عشان كده انا طراحت المسألة اللي هو اي حتة هنا ممكن تستمتع فيها ببلاش من غير ما تدفع ولا مليم لو معكس عربيتك يعني خلاص بتطلع عليك انا سألت الاسئلة دي قبل كده اكتر من مرة في مصر ايه المكان اللي ممكن تروحه في مصر ببلاش تفسح فيه عيالك ومراتك في الحقيقة يعني بس انا بتوقف عند 10% على الحدائق يعني طب مش تعملوا الحدائق الاول وبعدين تفروضوا الضريب اها حدائق الحيوان نسيت ايه حدائق حالتنا او حدائق الارمان او الحتة دي يعني بس حاجات القديمة مفيش حاجات كده جديدة بتاعه وكله بفلوس مفيش حاجة ببلاش في حديقة واحدة يدخلها ببلاش في مصر هل هناك حديقة واحدة مجانية للمواطنين سؤال 10% على الحفلات العامة بالاندية 5% على الحفلات الموسيقية والراقصة شميعنا دي 5% ما علينا زبا الرقصة برضو لازم نشجع الرقصة برضو 20% على فعاليات التزلج والبلون الطائر 20% على الانشطة البحرية والسفاري لا حول ولا قوت الله بالله طيب شوقات الأخبار سريعة كده عشان نقفل بيقولك ربط سعر الشقة بالدولار كل الشوقات بتتحسب بالدولارات في مصر محدش بيحسب بالجنيه المصري والكلام والموضوع ده احنا اتكلمنا فيه سابقا كتير جدا جدا وده طبعا حقيق ما هو انا برضو يعني في الاول في الاخر لازم اكسب يعني انا مثلا مقاول ببنعمارة هابني عشان في الاخر احقق ارباح لكن مش واقول ابني عشان في الاخر بقى حققتي خسائر مثلا معايا بقى معايا كم سبع مليون جنيه كانوا مليون دولار من كم سنة السبع مليون جنيه دلوقتي يعملوا 150 الف فانا خسرت 250 الف اهيه ده مجيبوش 200 الف سبعة باربعين مجيش 150 الف دولار فانا شوف انا خسرت اهيه فلازم بقى اتعامل لها يا عم نتعامل بالدولار احنا عايزين ما يوازي الشقة دي سعرها 10.000 دولار والله لو الدولار بسبعة تبقى بسبعين الف لو الدولار باربعين تبقى بربعمائة الف مناش دعوه